لا تزال ردود الفعل إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر تتواصل حيث أكد مجلس الشيوخ المصري رفضه بأشد العبارات وأقصى المعاني القرار الصادر عن البرلمان الأوروبية قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمة له بالجلسة العامة للمجلس إن قرار البرلمان الأوروبي ليس بغريب عن السياسات الأوروبية في السنوات الأخيرة والتي تتبنى دوما مواقف تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة لدعاء بامتلاك السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين بما يخالف القواعد والأعراف الدولية أضاف المستشار عبدالرازق أن القرار الأوروبي مبني على دعاءات تهدف للترويج لمزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر واتصالا بذلك أعلنت الأحزاب والقوى السياسية في مصر رفضها لقرار البرلمان الأوروبي ووصفته بأنه مسيس ويستند إلى معلومات مغلوطة أكدت الأحزاب أن القرار افتقد إلى المصداقية وتناول معلومات مغلوطة مشيرين إلى أن مصر ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات غير الموضوعية زاء حقيقة الأوضاع في مصر